اشتركوا في القناة وكذا وكذا فعل ما فعل لماذا لم يجرد سيفه الجواب اولا امير المؤمنين دافع عنها سلام الله عليها لكن لم يجرد سيفه لان الرسول والصاح ولو كان امير المؤمنين يجرد سيفه كانت تصير فتنة داخلية بين المسلمين حرب داخلية ذاك الوقت استوى الرسول اختاره الله الى جواره بعض القبائل ارتدت بعض القبائل كانت تهجم على المدينة لتقضي على الاسلام والمسلمين من بكرة ابيهم اذا كان امير المؤمنين يجرد سيفه فتنة داخلية تصيره ويقتال كثير من المسلمين يقتلون ويأتون المرتدون ويحتلون المدينة وينتهي الاسلام خلاص الله ارسل الرسول ارسل الرسول هداية للناس اجمع الى يوم القيامة ما ارسل لمجموعة من الناس انت عندك عاطفة عندك حمية عندك غيرة لكن كلها في طريق رضى الله سبحانه وتعالى اذا الله طلب منك شيء خلاص تتوقف ما تخالف امر الله سبحانه وتعالى الرسول وصى امير المؤمن بان لا يجرد سيفه نعم ما دون تجريد السيف جاء ودافع عنها والقى بالذي حجم على الدار القاه على الارض وجلس على صدره ومرغ انفه بالتراب وقال لو لا وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله